في ملف الظاهرة حرائق غابات الشمال تحت السيطرة بشكل نهائي وفي الحصيلة النهائية النيران أتت على أزيد من عشرة ألاف هكتار في المجمل يونس رفيق وعبدالعلي مكاوي منذ اندلاع الحرائق بشمال المملكة تجند رجال الإنعاش الوطني للمساعدة في إخمادها عملهم الميداني تجلى في تبريد الجمار والمساعدة على تحوط الحريق للحؤول دون عودة اشتعاله نحن نعمل الإنعاش الوطني ندخل في جميع تدخلات ما تكون هذا النار نجيب من العريش للبعد 100 كم إلى هذا المتقى لكي نساعده للناس ونطفعه العفية كانت تكون العفية هنا تصدقى أخويا على قريبا 100 مترو كتنقص هي محدة كتنقص البونبية كتقربة كتدربة البونبية ونحن ندخلها لبقرير القرب عاب القرب هنا كيكون دك الجمار ما بيش تكدوز العفية كيبين دك الجمار بسمي تعليف الغابة لهذا كيعطيت لقاء دك الجدورة كعطيت دخان كيجيبك وحنا تكنت فيوه بس نجل نخليه الآثر نهائيا من مقر عملت إقليم العرائش إلى غابة منيس ثم إلى غابة آل سريف ينتظم رجال الإنعاش الوطني في جماعات يقسمون المهام فيما بينهم تحت إمرة رئيسهم لقيتة التي تجد طائرة تطفي الأفية التي تكون كثيرة تندخلوا حنا يلدوك لبونبية تبقى صغار تدخل شيء أفية ما تصعب على الطائرة بيش تدخل المالت المايا حنا تندخلوا إلا كان شيء بلاصة محدودة تدخلوا العمل تطفيوها لبونبية دوصال من بعد تنعودوا مني تطفى الأفية تنعودوا ندخلوا لغابة الداخل بفضل تظافر جهود كل فرق مكافحة الحرائق أخمدت العديد من البؤر وهؤلاء الرجال شكلوا جزءا من ملحمة بطولية بامتياز